نعم يا ردنا عن دوي انفجارات عليفة في مدينة صفاد في الجليل الأعلى أيضا في مناطق أخرى متفرقة وصلت تقوم أيضا مدينة طبارية نتحدث عن ثمان بلدات في الجليل الأعلى ونواحي طبارية خصوصا أن هذا الاستهداف جاء بعد أيضا سنسلة غارات إسرائيلية في جنوب لبنان وأيضا استهدافات في منطقة النبطية جنوب لبنان كان رئيس بلدية كاترين وهي بلدة إسرائيلية قربة طبارية كان قد أوعز للسكان بالبقاء قرب المناطق المحنية وقرب الملاجئ بعد الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان وكان قد صرح أن على حد قوله نحن أمام ساعات حرجة وعصيبة ونتوقع ردا كبيرا من حزب الله ذلك بعد الاستهدافات الإسرائيلية أيضا هي كاترين هي بلدة إسرائيلية كانت قد تعرضت للقصف دواب من الصواريخ مرات معدة نحن نلاحظ أيضا أن مدينة صفاد في مرمى إيران حزب الله منذ الليلة الماضية بشكل مكثف هناك بالقرب تقع كواعد عسكرية عدة كان أيضا قد تم استهدافها اليوم وسقوط ثواريخ مباشرة هناك في تلك المناطق الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال لم يعترف بسقوط هذه الثواريخ في كواعد عسكرية ولكن نشهد توترا متصاعدا في هذه الجبهة منذ أيضا هذا صباح هذا اليوم أيضا الليلة الماضية وننوه أن مدينة صفاد هي مدينة غير مخلاء تضم نحو أربعين ألف مستوطن ولكن هي محاطة بعدة أيضا بعدة قواعد عسكرية مهمة منها قواعد تابعة للواء بلاني قوات النخبة الإسرائيلية وبالتالي أيضا نتحدث هذا يترافق مع مزيد من التجهيزات الإسرائيلية لما يسمى التفعيد على جبهة الشنال تدريبات مكثفة أنهاها مؤخرا الجيش الإسرائيلي وبالتالي أيضا اليوم تحدث نتالياه مساء هذا اليوم عن تضميم جبهة الشمال ضمن أهداف الحرب أي توسيع أهداف الحرب هناك اجتماع مرتقب للكابلات من مجلس الأمني السياسي والأمني المصغر يوم الأحد المقبل للتصويق على تضميم جبهة الشمال ضمن أهداف هذه الحرب أيضا هناك زيارة مرتقبة للمضعوث الأمريكي عامل سوكشتن يوم الاثنين إلى إسرائيل بحيث يجتمع بنيتالياه وقادة الأجهزة الأمنية ضمن بحيث أيضا هذا التفعيد على جبهة الشمال نحن نلاحظ توترا متصاعدا ميدانيا في هذه الجبهة ولكن أيضا إعداد إسرائيلي كما وفق التصريحات ووفق أيضا التحركات على الأرض لهذه الجبهة والتي على ما يبدو وفق أيضا تصريحات نتالياه أننا سنكون أمام ربما معركة مفتوحة حزب الله خصوصا أيضا هذا جاء بعد زيارة لقائد المنطقة المسطة في الجيش الأمريكي الجنرال كوريلا قبل أيام إلى مدينة صفد وهناك عرض عليه المسؤولون الإسرائيليون العسكريون عدة خرائط وأيضا عدة خطط لهجوم في لبنان وأيضا هناك واضح التنسيق ما بين الجيش الأمريكي وأيضا الجيش الإسرائيلي على المقيض من أيضا تصريحات مسؤولين أمريكيين في الأيام الأخيرة التي تحذر مما غبت هذا التصعيد وبأنه يحمل نتائج كارثية على إسرائيل إذن نلاحظ من جهة هناك قلق أمريكي ومن جهة أخرى هناك دعم أمريكي لهذا التصعيد في مشهد متناقض جدا حتى اللحظة نحن كما أشارنا نشاهد التصعيد كبير في هذه الجبهة في الأيام الأخيرة ولكن أيضا المسيرات حزب الله تستطيع أن تحلق دون اعتراضها من الكبة الحديدية الإسرائيلية وتصيب أيضا أهداف وفي المقابل أيضا غراط عنيفة إسرائيلية واستهدافات وأيضا استمرار مسلسل الإغطيالات الإسرائيلي في جنوب لبنان وهذا أيضا ما شاهدناه اليوم نتحدث عن توتر كبير شديد ولكن أيضا كما أشارنا أن مدينة صفد هي في مركز هذا الاتهداف منذ الليلة وهي مدينة غير مخنى وتشهد توترا كبيرا خصوصا أن هناك قواعد عسكرية تستهدف باستمرار من كبه الحزب الله شكرا جزيلا لك رزي تاتور مرسلنا كنت معنا من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا